بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربك فأمنا ربنا فاغفر لنا زنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعات وبعد الحمد لله نحمده حمدا طيبا كثيرا مباركا مده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة عرشه ومنه وفضله وكرمه ونصلي ونسلم على أول خلق الله وخير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أعزائي المشاهدين ما زلت مع حضرتكم في برنامجكم بين الشريعة والقانون والذي نؤكد أنه برنامج قانوني وليس ديني فالدين لأهله فالدين لأهله إنما نعبر عليه كي نطمئن لتصرفاتنا في حياتنا تصرفك كما قلنا سابقا بين الشريعة والقانون بنشوف إيه الاختلاف يعني وإن نكلم يوجد خلاف كبير موضوع حاليتنا النهاردة موضوع يا أخواننا موضوع حيوي جدا موضوع يترتب عليه حياتنا كلها موضوعنا النهاردة المشاكل الأسرية بين الشريعة والقانون لا يوجد بيت في مصر إلا وفيه مشاكل أسرية إلا مراحم رب الأسرة تفككت الأولاد ضاعم بقى عندنا ما يسمى أطفال الشوارع أطفال الشوارع في بلد مثل مصر أم الدنيا ده نتيجة إيه؟ إيه اللي حصل في مجتمعنا؟ عشان نصل إلى هذا الدرك إلى هذا التفكك الأسري والله إن صح التعبير تجد أنها هيافات بل أقل من الهيافات تؤدي إلى تدمير الأسر وتؤدي إلى تشتت أطفال لا زنب لهم زنب الوحيد إننا أب أو أم له مشاكل أسرية بتقوم بين الأسر بين الزوج والزوجة على أمور بسيطة جدا بسيطة جدا ولو أعمل العقل أو في حكيم أو في من يريد الإصلاح إن يريد الإصلاح ربنا بيوفق مشاكل بتقوم في بداية الزواج لو الصورة في الزواج زي بدايته بنظهر كل ما هو طيب فينا والله لست قامت الحياة ولكن وللأسف نزعت البركة من الزواج بين الشريع والقانون هنشوف إيه الحلول هنشوف إيه هو الزواج إيه هو الخلع قائمة المنقلات اللي بتؤدي إلى خراب بيوت متى تستحق للزوج ومتى تستحق للزوجة في حاجة اسمها جواز عرفي كل الأمور دي بإذن الله هنستعرضها في عجالة بس بتفصيل يعني نقدر نطلع منه بمعلومة ويرب أكون مساهم ولو بقليل في إصلاح أسرة البركة نزعت من أسرنا نزعت ليه لأننا أدخلنا الشيطان تغالينا في المهور وفي تجهيز العرس وفي الآخر تجي تبص تلاقي يقولك غارمات وغارمين على إيه؟ إن النبي قال صلى الله عليه وبرك عليه أقلهن مهرا أكثرهن بركة لكن التأليد الأعمى للأسر شيء خطير والله بينزع البرك مش برضو ربنا قال إن المبزرين كانوا إخوان الشياطين طب قادر ويبزر بيجيب الأمور فوق طقته فوق حكته مش عايزها وفي الآخر بتبقى مستهلكات الآية صريحة إن المبزرين كانوا إخوان الشياطين الكرسى بقى في عدم الذي لا يقدر أو في عدم القادر ويبزر وبالدين تيجي الأم تستدين تكتب إصالات أمانة على نفسها عشان تزوج بنتها عشان البي يعيش طب ليه؟ ليه عملنا في أنفسنا كده؟ ليه وصلنا إلى هذا الحل؟ إلى هذا الحد؟ عفوا ليه وصلنا الكلام ده؟ أقلهن مهرا أكثرهن بركة ومعنا اتصال فضل أفن ألو؟ ما عليش الاتصال قطع منتظرنا اتصال حدك تاني طيب في قياس يعني والله لا أحب أن أعمله يعني أقلهن مهرا أكثرهن بركة تبعزين نقول أكثرهن مهرا أكثرهن أقلهن بركة لا ما ينفعش لأن يعني ولو أتيتنا قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا برضو قادر ينفق لكن الكلام على غير القادر ليه تعمل في نفسك؟ ليه ست البيت تروح تستديني؟ والله قابلك على هذا الوضع وقابل ولادك على القليل أو الموجود أو الحد الدنيا اللي تقوم بيه الحياة أهلا وسهلا والنعمة بيه الطلقة الثالثة الكلام ده جاي يعني جدنا سؤال أن بعد الطلقة الثالثة هل يجوز بعد الطلقة الثالثة هل يجوز الزواج عرفي؟ ده سؤال جميل جدا سؤال جاي يعني أننا محضره مخصوص واستأذنك جاي يعني جاي الإجابة على هذا السؤال في إطار الحديث طيب مستقبل ولاد ضاع مجتمع تفكك ضاعت حقوق لأمور تفهة اتنزعت البركة قلنا خلاص لإن خلاص دخلنا الشتان النيش اللي مالوش لازمة عشان نجيب نيش اللي هو أعتقد بنمر عليه مرتين أعتقد يعني يعني لا ولا عادة صغيرة ولا عادة كبيرة ولا حاجة ده احنا بيمر عليه مرتين بس في الدنيا بيمر عليه أثناء الترتيب شائط الزوجية وأعتقد وللأسف المرة التانية وهي بتتطلق طيب أنا عايز نيش وبتلمي حاجة أنا عايز نيش مثلا موجودة عند حضرتكم مين مين فتح هذا النيش وبص على موجود فيه ده بيمر عليه مرور الإقرام وما يعرفش وكان سبب في أزمة في البيت وسبب في استدانة جيبنا أمور مظهرية ما لهاش أي لازمة وبعد يكون نبكي وبعد يكون ده غارمة وبعد يكون نقول ده دخلت السجن الكلام ده ليه؟ الكلام ده ليه؟ الأمور يجب أن تيسر يا أخواننا إلى هذا الحد يجب يكون فيه حراك مجتمعي في القرى وفي المدن وفي كل مكان حطه كده بروتوكول حطه وثيقة عشان برضو نزيل الحرج وما بقاش حد زعلان من حد أو حد بصل حد أو البنت تحس أنها أقل من غيرها خلاص نجيب الأمور الدنيا قد تنوم التلفزيون ماشي من أمور الدنيا تلاجة غسالة مروحة الأمور البسيطة اللي بتقوم بيت لكن نجيب أمور نعينها يقولك بيجيبوا ربع عمود فوطة ليه؟ هتتناشف انت والجران قصة أدت إلى تفكك المجتمع أدت إلى تشرد الأولاد في المستقبل والعزب الله ونصل إلى ما يسمى أولاد الشوارع بنتطلق على أمور هيفة المحاكم فعلا تعج بمثل تلك الأضايا دي موضوع حلقة النهاردة المشاكل الأسرية بين الشريع والقانون وما زلت أبدي استعدادي لأحباء جميعاً وبخصة في بلدي الحبيب قرية رأس الخليج البلد شيربيند آلية أنا أتلقى أي اتصال لوجه الله والله أي اتصال والتليفونات موجودة على الشاشة والعنوار موجودة على الشاشة أهلاً وسهلاً وعلى الرحب والساعة نساعد بقدر إمكان وبخصة في تلك الأمور أبدي استعدادي أن المستعدة روح لبيوت أصلح ما استطعت إن يريد إصلاح يوفق الله بينهم سيدنا عمر ضرب محكمين رجعوا قالوا ما عرفناش يساعد مراتك ضربهم يا بتضربني ليه يا أمير المؤمنين قال له وقال إنك إن يريد إصلاح يوفق الله بينهم لو أنت كنت رايح تريد الإصلاح كان ربنا يوفق بيننا طيب الزواج والطلاء والإجابة على السؤال بعد الطلقة الثالثة هل يجوز الزواج عرفي عايز أقول إن شريعتنا كلها هي القانون والقانون المصري بيأقذ بالمذهب الإمام أبو حنيفة في الراجح فيه في الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة في كله في الزواج في الطلاء في المواريس في الأمور دي كلها وفي الخلعة الخلعة قبل ما نتكلم فيه الزواج إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال سلافة جدهن جد وهزلهن جد اللي هو ما هي رسول الله قال النكاح والطلاق والعطق يعني بتهذر بتقول بتعمل لا خلاص ده سلاسة جدهن جد وهزلهن جد يعني هذرهم جد وجدهن جد الله سبحانه وتعالى يا إخواننا في القرآن الكريم لم يعبر عن أمر دنيوي بلفظ الميثاق الغليز إلا في الزواج ميثاق غليز للأسف ضعفناه للأسف ضيعناه عشان ما كنش ظلم في التعبير إلا ما رحم ربي ربنا عمل الزواج لأنه في الأصل استعمرنا في الأرض هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه عايز حياة عايزة استمرارية تناكحوا تناسلوا كما قال نبيه فإني مباهن بكم الأمم ويوم القيامة مش معنا ذلك أفرط في الإنجاب على غير تقطي لا أبدا لا أبدا لا ده لازم أعمل العقل أشوف إمكانياتي إيه ودخلي إيه وأموري إيه عشان أربي ناشئ طيب مش النبي هيباهب من أمم ضعيفة هيباهب أطفال شوارع أبدا ده إحنا دين العلم دين التقدم دين الرقي دين الحضارة دين يدعو إلى الرفع بالنفس والرفع بالإنسان ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ده دينك والزواج نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى نعمة من نعم ربنا ومن آيتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة شوف السكن سكن الزوج إلى الزوجة وسكن الزوجة إلى الزوج تعبير جميل جدا لأنك لا تجد راحتك إلا في سكنك إلا بيتك يعني أقول لك والله ما بارتعش اللي ببيتني ده بيحصل أو عبر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر لتسكنوا إليها هذا السكن ضيعناه وبتبتلي مشاكل أسرية على أمور بسيطة ده كان يجي بيجيب الجهاز ماركد كذا جاب ماركد كذا مدام ولاة في اتصال أهلا وسهلا ألو عليكم السلام كنت عايز أسأل حادثك على موضوع مثلا أو حد يعني جزء حلف على الطلاق اللي هي مثلا كيف في الياه تستغل وهي استغلت بس وكن دولة يجوز الطلاق حاضر أجوب حادثك حاضر تعطى أمرك فهل يقع الطلاق عيني حاضر تعطى أمرك يا فن طيب السؤال اللي جلنا في بداية الحلقة بعد الطلاقة الثالثة هل يجوز زواج عرفي الإجابة قولا واحدا لا ما فيش في الدين ما يسمى زواج عرفي وزواج غير عرفي الدين فيه زواج فيه زواج فيه زواج الزواج عبارة عن إيه إذا اكتمل أركانه من ولي وشهدي عدل وإشهار تم الزواج طيب المأزون الدين ما فيش فيه مأزون لكن لما فسدت الزمم وأصبحت الضمائر ضعيفة قالوا لازم نوثق الزواج ده الإستاذ أحمد اتصال اتفضل إستاذ أحمد من بالتخالي كلام نعم دلوقتي حضرتك بيحصل مشاكل ما بينها وما بين سلفتها وأنا دايما على قد ما بقدر بحاول إلا أنا أفلح ما بقى يعني ما بتيجي مثلا زوجتي بتيجي تكلمني كذا مرة تقول لي ده بيحصل كذا ده بيحصل كذا فأنا بدايما بقول لها ما عليه شيء نعم طيب أحصلنا احنا مش عارفين وبقت من بقى تظلم وبقت لهم والكلام دا كله ده الكلام دا انمراطك يعني تمام آه آه وأنا ببطل أقول لها كده يعني أه آه عشان فقط اناه قرية حد движ مش ممكن تقول له انت يجب يا إحمد تقولها INF lá V انت يجب يا ابني تقولها كده مش ممكن اقوله كده ده انت يجب تقوله كده طب ايهلمشكلة يا إحمد طيب يعني مشاكل السلافات ايه بقيلمشكلة يا ابني امور الاسرية الحاجات دي ترويق الكلام ده كل بحسن مشاكل فبتحبس انها بتقوم وميء عليها يعني برضو مش فاهم يا احمد برضو ايه هي المشكلة ايه هي المشكلة الكلام ده رتب انه مشاكل يعني مشاكل قانونية مشاكل ايه اللي حصل في مشاكل السلافات ايه مش مشاكل قانونية دلوقتي ايه خطبانة في البيت طيب يا احمد طيب يا احمد انا مستعد بعد الحلقة اسمعك باستفادة واشكرك على اتصالك وبرضو اقول قصة المشاكل ده دي برضو بالهيافات الموجودة سلافات بينهم من بعض انت مالكوا مالها ما تخليك في حالك وياه في حالها ليه تخلي الاخوات يعادي بعضهم من بعض ليه يا ستي ده الاخ ده شيء عظيم قوي هل ترضي ما بين اخواتك انت يحصل الكلام ده ليه ليه هل ترضي ان يحصل الكلام ده بين اخواتك انت لو بين سلافات اخواتك لا طبعا ما ترضيش يبقى اللي ما ترضيش يسيت على نفسك ما ترضيش على غيرك يعني اتقى الله في زوجك ما تحاولش تنشئي بغض او حقد بالاخوات لان كده بتضرب الرحم بتضرب الرحم عايز اقول للزوجة والعزب بالله بقى اللي بتحض زوجها على امه او ابوه خلي بالك والله ما بتحبك للي بيحب انسان بيسعى لوله في الخير بيتمناله خير وليس هناك خير اعظم من ان اكون برا بابي وامي لكن امك عملت ابوك عمل الكامل كله يعني دخل في النفوس والله لا تحب الزوج لان ده الجنة تحت اقدام الامهات في باب في الجنة كده يسمى باب الاب باب الرضى الاب لو هي زوجتك ما ساعدكش على هذا الامر لابوك وامك قولا احنا والله ما بتحبك قولا واحدا طيب فيتصل ولا حاجة نرجع لموضوعنا طيب الزواج العرفي بعد الطلقة الثالثة او ما نسميه زواج عرفي لا 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 ما ينفعش لانه زواج لانه زواج بس هو مش موثق لان احنا منفرق يا اخوانا ما بين زواج موثق وزواج غير موثق اللي احنا بنطلق عليها يعني الزواج العرفي هل تعلم ان الاصل في الزواج هو العرف ما تعرف عليه الناس طرم الولي عقد وباشر عقد الزواج وكان هناك شهدي عدول واشير الزواج قام الزواج ورتب جميع اثاره لكن الكلام ده مش دعوة ان احنا نتزوج بدون توسيق والبنت صغيرة نبتدي نزوجها زواج عرفي وبعد اما تكبر نوثق الزواج الكلام ده خطر خطر على بنتك خطر شديد لان القانون هنا مش ما بيعترفش في الزواج لا يرتب له اثر الا لان لا سبت لكن نفقات وعدة ومهر وكامل الكلام ده ما بيحصلش الكلام ده ما بيحصلش لكن يجب ان يكون الزواج موسق لان الزمم خربت ما تضمنوش بعد زواجها هيعمل ايه لازم انت تكون احرص على بنتك من اي حد تكون انت احرص عليها تؤمن حقوقها برضو القانون زي ما قلتلك ما بيعترفش بالزواج العرفي اللي احنا بنسميه زواج عرفي لكن الاصل ايه زواج زواج سواء كان موسق او غير موسق المحرم بقى اللي هو بنسميه للأسف الزواج السري من ضمن تفكك المجتمع البنات في الجامعة والولاد في الجامعة زوجني نفسك زوجتك نفسي وهيب لي نفسك وهيب لي ده الكلام الحرام بل والعياذ بالله نصل الى درجة الزنا ده كلام صريح مفيش فيه تهريك زواج زواج خلاص ده زواج قائم على انشاء اسرة بولاد ييجوا عشان ينمي مجتمع مجتمع طيب زي ما قلتلك ثلاثة جدهن جد وهزدهن جد نجاح طلاق العطق طيب مشاكلنا الزوجية لو رعينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبرك عليه كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعيته الامام راعن ومسؤول عن رعيته الزوج راعن ومسؤول عن رعيته الزوجة راعية في مال زوجها ومسؤولة عن رعيتها تتمت الحديث والخادم راعن وراعن في مال مقدومه ومسؤول عن ذلك يعني أيها الزوج أنت مسؤول عن أهلك مسؤول عن الإنفاق مسؤول عن تربيت ولادك بالحلال مسؤول أنت تراعي الله في زوجتك تراعي الله فيها حتى تستقيم الحياة حتى يكون فيه مواد دوراحم حائية ما تؤديش إلى المشاكل ما معاياش اتصرفي مين يقال الكلام ده ده في الأصل في زواج أنت مسؤول وكلام ده جاي عن تجهيز بيتك كله كله ولها المهر ده الحق ده الشرع عشان ما نجي نتكلم في قيمة المنقلات إمتى تكون حق للزوجة وإمتى تكون حق للزوج هنشوف الكلام ده إيه لكن أن نصل لدرجة الهيافة بين الزوج والزوجة وإيه لت الاحترام يا أخي برضو يا بنت ناس بنت ناس برضو رع الله فيها وإنت برضو ابن ناس رع الله في زوجك حاولوا نهارده نوائم ما بيننا وبين بعض نراع الله فينا تدخل بيتك يا أخي السلام عليكم الشيطان يقولك ما لناش ما بيت في البيت النهارده وأنت تأكل بسم الله الشيطان يقولك ما فيش لنا لا مبيت ولا أكل في البيت ده النهارده يبقى رائع ربنا سبحانه وتعالى يبدأ الزواج بالقليل بالأمور الدنيا التي تقيم البيت لكن نفتح على نفسنا فتحة لا نستطيع ان احنا نؤديها وتصل أمور لسجن وحبس وغارمات وهذا الأمر والله نوزعت البركة بس الكلام ده لا في القادر ينفق كل زي ساعة ينفق من ساعة أما غير القادر فتقل لا في نفسك أو تقل أنت في نفسك ده وضعي ما فيش دع للفشخرة والتأليد الأعمى ومعنا اتصال من أمت أمت الله من مطروح تفضلي يا أمت الله أنا من زوج الزبالي خمسة عاترين سنة طيب وقلت جاب ست تانية والتهمل السحر وتزوج سانيا عليك يعني التزوج تاني طيب تهمل السحر والتاني ده اهلي وطلقك على نور طلقك بعد هذا الزواج يعني ما دار للشكلة طب انت الخليفة منه وفيه أولاده وفيه كلام زي كده لا 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 لأنه خليتش أخذهم طيب يا سفة ايه برضو يعني المشكلة انه طلقك يعني يعني عايزين نقول له اتحاضر جاوبك يا ايها الرجل تبيع خمسة وعشرين سنة يا زي السيدة يعني جزاء انه ما خليفتش مثلا الزواج ثاني ثالث رابع ده شرع الله شرع الله لكن مطلوب العدل مطلوب ان انت تعدل بينهن لكن مجرد تتزوج بالسانية تطلق التانية طب يا تانية خلي بالك لو اتجاوز التالثة ما تضمنش نفسك لانه باع خمسة وعشرين سنة اللهم ايه لم يكنوا الطلاق لأسباب معروفة لان النهاردة الطلاق هو حلال لكن هو ابغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى لكن تطلق الاولى بلا سبب وبلا داعي وترميها في الحياة يا اخي حرام عليك والله طب التاني يبقى له لا خلي بالك برضو ان ما كانش له خير في الاولى في خمسة وعشرين سنة مش يبقى له خير فيك وانت هنا والله ارتكبت معصية بطلقها اذا لم يكن بسبب يبقى لا تبزير يا اخوانا عشان نبعد الشيطان زواج يقم على ما يرضي الله حتى لا تضيع البركة طيب ندخل بقى في القانون نتكلم على الزواج والطلاق والخلع واكد ان الزواج العرفي بعد الطلقة الثالثة او ما نسميه زواج عرفي لا 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 دا حرام خلاص ما عارش حلي لك لان زي ما قلت لحضراتكو زواج زواج بنتكلم على الموسق وغير الموسق طيب بيحدث ان يقع ابغض الحلال طيب ما نكون كده حضرانيين يا اخوانا ونطبق الدين وبخاصة يا اخي ان كان عندك اولاد والله يا اخوانا بنشوف في المحاكم امور يندى لها الجبين اتنين بينقلبوا اعداء لبعض اعداء والله هذا اللفظ قد يكون قليل معانا اتصال من عم السيد تفضل اتفضل حبيب تحت امرك اتفضل ايوة امعاك يا حاج سمعك اتفضل الفضل خاني ليها مشكلة الله يبارك لك اتفضل يا سيد انا زوجتي في الهرم نعم وانا بنت بيت في الهرم خدته وطردتني طب ازاي يا عم السيد بنت بيته وخدته ازاي يعني والله اخدته واسبعا يعني ايه برضو غصبا عنك بسلا يعني شربت حاجة صفرة يا سيد واخدت البيت اكيد ده ادتولها بيعه وشيره اكيد يعني يعني انا ايوة يا فندم كتبتها لها كتبتها لها كتبتها لها يا شاك يا عيب اللي انت عملتي ده اتاق لا فيه وكان رجل مريض ده ما بيقول ويعتق كل ما يملك يكون جزاؤه النهارده اتطرد من البيت وتبدأ عن عياله والله لن يبرك الله لك يعني رجل خلاص دك كل ما يملكه يبقى ايه المطلوب يعني عايزة منه ايه الاستاذ استاذة مينة فندم ايمان اتفاضل استاذ ايمان معنا اتصال استاذ ايمان تفضلي ايمان السلام عليكم وعليكم السلام ايوة استاذ ايمان تفضل سمعك ايه انا منفاصلة من سنتين وصالقي ده كانت جاوزة بلكده ومع ولد وبنتي من واحدة اللي كده وتفضل برضه عنه ام عادت معاها تلسين ونصف ربيله في عجله وبقدر بتقلش ايه 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 في ولاد منك ولا الولاد من الزوجة الاولينية بس هو كان سيء المعافلة بعيه بعياله ومشكوئيسين اطفالت بالعيدي انا ما ينفعش هزعلهم ما ينفعش هدايقهم هم اولادة الادة بعيق ايه المشكلة طلقك ليه انا اللي طلبت الانفصال لما لقيت الحياة بني وجينه مع عياله مش مش كويسة ومتعبة واهله وقصة دي ايه وجه التعب ايه وجه التعب يا امان اللي خلاكت طلوب الطلاق لهمه عاملة منه يليقني هو وعياله عياله قل له ادابهم علي ابنه مرة حدفني بالطور في دماغي تصرفات كلها مش كويسة عنده كم سنة الولادة يعني عندهم كم سنة الولادة عندهم كم سنة الولادة تصرفات كلها فيها لو كانت كما تقول وتربي لك ولادك ليه سوء المعاملة يعني لذلك يا اخواننا عايزين نقول للمجتمع والناس مع المشاكل الزوجية الزوج والزوجة احسن اتنين خدمين لولادهم يعني حتى لو استحالت العشرة يا اخي رعي ولادك لا اذا مات ابن ادم انقطع ملوه الا من ثلاث علم ينتفع به وصدقة جارية وولد صالح لندعو له الولد كان ود او بنت طب منين هيأتي صالح هذا الولد هيأتي منين هيدعي لك امتى ايستاذ محمد من السوت معنا التصالح ايستاذ محمد اتفضل يا محمد ايستاذ محمد اتفضل عددك يا خلباش ما بحلف خلباش مرتي يقول لها متطلعش بتطلع بتقول لها ما تطلعش بتطلع اه طيب وبعدين وبتطلع وتوجع الحلسان طيب يعني بتعرف علها بالطلاق بتعرف علها بالطلاق ما تخرجيش فهي بتخرج يا محمد صح كده الكلام ده كله طيب يا ستي خلي بالك اجاوبك يا محمد حاضر يا ستي اتق الله في جوزك اتق الله فيه احترميه بيقولك ما تخرجيش يبقى ما تخرجيش لان كده في احد او بعض المذاب بيقع الطلاق لانك قال لو قالك لو خرجتي فانت طالق فهو هنا علق الطلاق على شرط خلاه في ايدك انت فانت النهاردة يعني جدع قوي وبايع العشة فخرجتي ليه كده انا اسف تعبير ابوك ربك على كده هل شفت الست والدتك بتعمل كده كان ابوك يولا ما تخرجيش بتخرج ده تفكك والله هو انحلال زوجة قالك ما تخرجيش اقعدت نقشي معاه اخرج ليه بنت الاصول بتعمل كده تستأذن زوجها لو خرجتي بدون علمه وحدثت لقدر الله المشكلة وقعت فيه الراجل معرفش انت فين اصلا واقع عليك حادث او اي امر ليه تدخلت معانا اتصال من الجيزة انا وسهلا مين افنم ام فارس من الجيزة اتفضلي ام فارس انا بقول لحضرتك بخير ممكن اخذ مصنع ايه اتفضلي ام فارس انا بشتعل بشتعل حضرتك بجيب مصنع بحضرتك بتقول ان الخروج من مرة الزوجة حرام لا 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 يا ام فارس ما قلناش كلام ده قلنا ايه خروج حرام ايه لا 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 بشتعل كلام ده يا ستة الكل لا احنا بالقول النهاردة يعني بتعملي وبتسعدي زوجك والكلام ده كله وهو رضي عن هذا الامر خلاص تخرجي بكل وقت لكن النهاردة احنا بنتكلم على ستة بتخرج قاعدة ستة رب تبيت مش بتشتغل حضرتك كده جارع زيك وبتشتغل وبتخرج بدون ايه زوجها لا ده اللي ما يصحش ده النهاردة خرجت عن طاعته يعني قد تصل لدرجة النشوز لكن خروج نعم حضرتك بس يعني اوصلش وزراء انا ما بخرج وانزل لا 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 يا ستة كل لا لا بتعملي وبرضاء والامور خرجة وبتخرج وبتروحي لا ده موعد عمل وكلامنا كله اشكرك يا مفرس على اتصالك لكن ما قلناش لا لا الكلام ده تفهم غلط لا احنا بتكلم النهاردة اذن الزوج في الخروج في اتفاق بينكم ان يا تعمل وتخرج وتروح وتيجي لا ده موضوع خلاص مش كل مرة تطوب الاذن يعني طالما انت وافقت على عمله طيب خلاص يا فندم بيقع ما ابغضه الله سبحانه وتعالى يبقى يا الزوج اتق الله في اولادك اتق الله في تلك السيدة يا اخي ما تشح تطهاش في المحاكم ارجوك ولادك هيطلعوا يعني اشد الناس بغض عليك شوف انت كنت بتصرف عليهم ايه اثناء الزوجية واعطلهم ده ولادك منك حاجة خصة هي كانت الوعاء اللي حمل لك ولادك ليه تعمل فوق كده ليه تشح تطه في المحاكم يا اخ الامر بيوصل لشيء خطير جدا والله تقول لي كان عايز اطلع عينه وهو على الجانب الاخر وكان عايز اطلع عينها وهم كنتوا مع بعض وخلفتوا العيال كنت عايزين برده تطلعوا عينين بعض ايه اللي بيحصل ده يا اخواني طيب يبقى النفقات بعد الطلاق يا اخي التق الله المحاكم بقى خلاص لو انتوا يعني بيعين القضية المحاكم خلاص بتتحرع عن داخل الزوج وبتدلوا داخله والست لها بعض الزوج ماليوش في الطلاق او في انفصال العلاقة الزوجية الا دعوة الرؤية لو كان فيه عيال وحاجة اسمها دعوة الناشز لو كانت ناشزت لكن بقية الدعاوة تخص الزوج من نفقة والنفقة بانواعها ما كان المشرب الامور ده كلها لها حتى ما يسمى الفرش والغطى لو بتصرف على الولاد في المدارس لهب المصاريف دي برضو تتقدم المحكمة بالإصالات اتدل على الدفع فبيحصل ان هي بتاخد كل حقوقها لكن عن جانب الاخر المساق الغالي كانت بينك وبينهم ما تطلعش اولاد حاقدين على انفسهم وعليك وعليه وعلى المجتمع كل زنبهم ان سعدتك ابوهم استعمل يا اخي استعمل عشان خاطر عيالك انتوا احسن اتنين خدمين للولاد عشان يطلع مجتمع قوي مجتمع متماسك بلدنا تقوى وطرقة مش يكون عندنا ما يسمى اطفال الشوارع وانت ابنك تقبل على نفسك كده تقبل على نفسك ان ابنك يسمى ابن شوارع او ابن ضل عشان هيافات زوجية عشان حضرتها بتخرج بدون اذن الراجل دي دي مش تربية والله لان وصلنا الامور خرجتها عن النطاق على امور هايفة راع الله في زوجك راع الله في بيتك راع الله في ولادك ده نعمة ربنا اعطهالك مايعرفش امتها اللي هي مش معاه نعمة معاكي المال والبنون زينة الحياة الدنيا تعطي بنون يبقى حافظه عليه ادى جزينة من زينة الحياة الدنيا حافظ عليهم راع الله فيهم لكن على الجالب الاخر لو استحالت العشرة الاستاذ احمد اتصال تفضل السلام عليكم وعليكم السلام يا الزي عدم اتفضل ايجا حضراتك Khan المؤومِ الشار ع mash который العر심 disadvantages اهلا الزي عام اتفضل حبيبي استاذ احمد قد انا فيركي اهلا بك يا ايجا quit اهلاü بك آآ انشرب لما من خلال كنانو انوضعتك عايدين التنوى الموضوع طلاق الدرق طلاق يا اهزر عامد الطلاق للدرق طلاق الدرق طلاق للدرر طيب يا حبيبي حاضر نعم طاق نفرض لها حلقة واثنين وثلاثة ونمتع للتصالات علشان نتأسلها كتير جدا في الموضوع ده. والله يا حبيب تحت امرك يعني فعلا يعني قنات الصحة والجمال مشكورة والناس فيها. ان شاء الله نعمل حلقة واثنين وثلاثة. والله يا اخوان لا ابغي. اه في سؤال يا جزيزي رحمة تاني ولا في حاجة تمر بيها? السؤال الثلاث بعد ذلك مشكلة قائمة بعد ذلك حبيبتك عايزين رأي الشرع طلاق القاصر. اه تمام? زواج القاصر ولا طلاق القاصر? لا زواج القاصر. البنت تم تزوجها وهي اقل من السن. نعم نعم. تم تم عفل الزواج بعفل. او هو عفل جيد موسط. نعم. وتم العفل من فترة قريبة من من فترة شهر او شهرين بلغة في السنو القانوني وتم عفل القران اه عند المنزول وتم اطفل العفل. اه طعب طيب. الا ان المشكلة قائمة حاليا ان ولي الزوجة او والد الزوجة يرفض عوجة الزوجة لبيد الزواجية مرة اخرى. رافض انها ترجع. رافض انها ترجع. اه. والزوج يعني وليس زوج ما هي تريد. يعني ابو ابو البنت رافض انها ترجع او او يوسخ الزواج يعني. ده اللي فيهم تكره صح? يو زي احمد. شهر عادي جيد. تم التوسيق الزواج. طيب ايه بقى المشكلة ايه المشكلة لما تم التوسيق? المشكلة ان يوليه للزوجة عوجة للزوجة اللي بيت الزوجية مرة اخرى. عايز ايه يا احمد? عايز ايه? الصوت مش واضح يا احمد. الصوت مش واضح. لكن يعني هنتكلم في الموضوع اللي تكلم فيه الاستاذ احمد. اه 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 للضرر يا اخواننا. خلاص اه هو يعني امر قد يكون شاق امام المحاكم. لكن اذا ما ثبت الضرر امام المحاكم. ضرر بقى زي ضرب عدم انفاق. اه اه في امور اعوز بالله مش كويسة. خلاص بتتسبت هذا الكلام امام القاضي. القاضي بيطلقها بتبقى طلقة واحدة للضرر. اذا ما حدث هذا الطلاق بيستحق لها. نعم. انا اخد فاصل اخوانا ونعود لحضراتكم مرة تانية. اعزائي المشاهدين ارحب بحضراتكم مرة تانية. وفي الاجابة على سؤال الزحمة. طلقة للضرر. خلاص لو فيه ضرر موجود فعلا. خلاص اثبوت امام القاضي. اه هناك طريق اخر والعياز بالله برضو الى انفصام الحياة الزوجية وهو الخلع. لو طلقة تم عن طريق القاضي او طلقة تم على يد مأزون. خلاص هي بتستحق كجميع حقوقها من نفقة ونفقة عدة ونفقة متعة وووو وكم بكل. الخلع اه اه يعني ده تطبيق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبرك عليه رضي عليه حديقته لما راحت ستة الشكة عايز اتطلق من جوزي ومش عايز. فاخدت مهر قد ايه قالت له حديقة الا رضي عليه حديقته وتطلق طلقة بقينا بينونا صغرى خلعا بيتسمى كده. لكن بعد القلع ده ليس لك اي حقوق عنده شخصية لك. لكن ولا ايمة كلام ده كله ليس لها علاقة بالخلع مطلقا. وهنتكلم بعد قليل عن مشكلة المشاكل قائمة المنقلات الزوجية. يبقى الخلع النهاردة ده طريق من طرق الطرق. لا يرتب اي حقوق الزوجة بالعكس لو كاخد مقدم مهر جنيه ثلاثة اربعة خمسة لازم بترد هذا الامر. ما لهاش نفقة متعة ولا عدة ولا 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 وكان بكل. بتلجأ له بعض الزوجات ايه لو هي مش عايزة تلجأ لطريق التقاضي بالطلاق لانه برضو بياخد ايه بياخد فترة. هنيجي اخوانا بقى نتكلم على مشكلة. عايز اقول برضو لست احمد كان طلب زواج القاصر والاب اللي زوج بنته. يا اخي تايل لا بقى يا اخي تايل لا. جوزها صغيرة ليه? يعني وجوزها عرفي ليه? يا اخوانا بيحصل عملا ان البنت بتكون صغيرة سنة واثنين وثلاثة عن السن القانوني. وبتتزوج عرفي وتحمل. ويجي بعد سنتين او ثلاثة يوسق الزواج. اسمه تصادق على الزواج ده. هتلاقي الواد يعني بقى عليها علامات استفهام. يعني لو جبنا شهادة ميلاده مع تاريخ توسيق الزواج. هنلاقي يعني مو كريسة لان جيت امتى? هنقوله لما يكبر معليش انا كنت متجوز والدتك يا عرفي قبل قبل الجواز. وليه ان نضع نفسنا في الامور الحارجة دي? يعني مسألة حابقة كتاوي يعني. ده ما يعني لو حصل بعد ما طلقها في زوج العرفي ده. جاب لورقتين واقطعهم. وقال لها انت طالق. برضو كويس نبيت لهذا الامر. الورقتين اللي بتكتبوا اللي هو زواج مكتام للاركان من اشهار ومهر وشهود. تقطيع الورقتين يا اخوانا مش معناه طلاق. لابد وان يلقي عليها يا مين الطلاق اللي يقصد به الطلاق فعلا. لكن لو اطلع الورقتين وانت امر ما دارش نقول طلق ولا ما طلقش. لازم يطلق علي يا مين الطلاق. مش تقطيع الورقتين وخلصنا. ده شرع. شرع ربنا سبحانه وتعالى. حرمات الله. تعظيم حرمات الله من تقوى القلوب. عشان ما نقعش في المحزور. كنا عندنا اولاد. والعياذة بلاب اولاد زنا. خلي باك من هذا الامر. يعني ايها الاب تق الله بنتك. اللي عملية مش مستعجلة او يا اخي يعني تزوجها ويا قاصر سنة وثلاثة. ليه هذا الامر يعني. تبلغ سنها قانوني. خلاص تزوجها. قبل ذلك يعني بنقع في مشاكل والله يا اخوانا ما بنعرف لها حل. مشاكل كتيرة وبخاصة لو خليه بتمره واثنين. طيب. الاب اللي بيزيجوز بنته. عايز يأمن مستقبله. والله النبي أمن مستقبلك ومستقبل ولادك من بدر قوي. من جاءكم من ترضون دينه وقلقه فزوجوه. وإن لم تفعلوا تكون فتنة. قبل يا اخي ما تدور على ايمة المنقلات. اللي بنتك اغلى منها مليون مرة. نقي الرجل الطيب اللي يصونها. ويعرف امتى البيت كويس. ويعرف امتى العشرة. ويصون البنت. وينفق قوامة الرجل في الانفاق. طيب. خدنا ايمة منقلات. امتى يصحقها الزوج وامتى تصحقها الزوجة. اللي بيحدث عملا. ان الستة ما بتقودش مهر. ده الواقع في الزواج في مصر. فتقودش مهر. فمهره بيكون داخل في الايمة. ايمة المنقلات. مهره داخل فيه. جابت دا. جابت بيه حاجات. او الزوج هو المهر اللي كان يدلع عشرة عشرين تلاتين. خلاص دخلت في الايمة. خلاص. بقى ده يا اخواننا المهر. اللي هو حقها. اللي هو حق الاستحلال. الفلوس بتاعة المهر. اترجمت في ايمة. بقى مهرها تاخده. طلقت. خلعت نفسها. يجب بلا مشاكل. وميوض الله تسلم لها منقلات. ده في حالة لو ان المهر دخل في الايمة. طبعا الحاجات اللي هي جايباها شيء طبيعي يعني. الايمة في الاصل لها شق جنائي. لانها احد العقود الخامسة في جريمة خيانة الامانة. اللي هو عقد وديعة. عايزة نبه الاب برضو اللي بيكتب لبنته ايمة منقلات. لا تضع تاريخ لا تضع تاريخ في الايمة. تحط الشريخ. لان الجريمة تسقط بعد ثلاث سنوات اذا لم تبلغ. معانا اتصال من القصوص السامع. اتفضى الفنم. ايوان لو سمحت انا بالنسبة معاني من الشوار اه كان. اتفضى. اتفضى. اه. اه. وحس الطلاق. الطلاق. بعد كده اه. اه. اه يعني مشوار الرؤية اللي اشوف الوقت يعني. اه بكل شهرين ثلاثة وهو مكتوب كل سبوع مثلا. عشان اه موقت نجل وفلد تانيا. نعم. طيب جل رؤية ازرو بعد شهرين وتلاثة. اصحاودي جدوا حاجة للمبارس. اصحاودي مرادس. اه. كل ما تصل جول حتى تنظيم بعد شهرين بعد تلاثة بعد اربعة. ورحمة يعني. المسافة المشوار ده من ده ممكن نصر ساعة عربية. طيب. طيب حضرت اجوبك احب حاضر. حاضر. يا اخوانا الرؤية اتقل في ولادكو. يعني اتطلقتو. خلي بالكو كان بينكو العشرة وبينكو عيال. يا سبتي خليه شوف ولاده. هو صاحب القوام عليهم. في الاول واخر ولاده. وهيرجعوله والله. لكن الرؤية اخوانا نظام القانون. الزوجة مسلا خاتر ولاد ومنعت الزوج ان يشوفها. خلاص بنرفع دعوة اسمها دعوة رؤية. اللي هي دعوة للزوج. القضاء بينظم تلك الرؤية. بتبقى مرة في الاسبوع او ما شابه ذلك. وبتقى في مكان عام. طيب هي بقى تعسفت. الزوج يعمل ايه? خلاص احنا بنروح مثلا الرؤية في نادي. الرؤية في مكان عام. بنسبة هذا الكلام. لان بقى فيه هناك دفتر. الزوج بيدقل. والزوجة بتدقل. بيكتبوا ان انا جيتها شوف ابني. طيب هيولة ما جاتش. مرة واثنين وثلاثة واربعة. خلاص هيرفع دعوة ياخد الحضانة منها. لو ما عايشها الحضانة هتروح لامها. امها مش موجودة هتروح بعد كده لامك. فلكن ليه ندخل في الامر ده? ما تخلي ولادي يشوفوه ويشوفهم. الاب بيبقى رقم اربعة. يعني بعد الزوجة نفسها وامها وامه هو. فهو بيبقى الرابع. لكن الولاد تلك السمرة. اسمحي له يا سيدي يشوفو اولاده. يجيب لهم لبس. نعم. ستاشر. لا ده هم اماء يعني ما احنا بيتكلم بقى ان هم لو تصل مثل للعمة هو كلام مسلسل. يعني تنظيم الرؤية تنظيم الحضانة بتبقى لها من ديل ديل دي. لغاية لما تصل للعمة. حسب الموجود يعني. لكن هي في الاصل بتبقى ميالين اوي لام الزوجة. فيما يخص الحضانة يعني بيقال ان هي بتبقى يعني احرص عليهم وده امر برضو نسبش. طيب يا اخوانا قائمة المنقلات. قائمة المنقلات النهاردة. قلنا هنا هي اقصال امانة. ما تضعش فيها تاريخ. خشية السقوط. قعدنا مجاوزين سنين طويلة. خلاص تجي تشتكرة. ممكن يعني يدفع بانقضاء الدعوة الجنائية لانا مش شاكش في خلال ثلاث سنوات. لما تجي في الايمة وانت بتكتب الايمة. ما تقولش قرط نوم. قرط صفرة. قرط كزا. وتمنى كزا. وتمنى كزا. شعب ايه. وتعلف الرقم وكأنك بتتنصح عشان تخط رقم كبير. لا. عشان تكون ايمة واقصال امانة صحيح. لابد عليك ان تصف كل ما اتيت به. تلاجة مركز كزا. كم ادم. غثال مركز كزا. متجاز كزا شعلة. مركز كزا. غرفة نوم لها اسم قولو. لان ده جوهر ايصال الامانة. الزهب يعني اما بيجو كتاب فيه ناس بتكتبه وفيه ناس ما بتكتبوش. والغالبية بيحصل ان بتكتب الدهب. اصبح الدهب برضو في رقبة الزوج كامانة عنده يردوها اليه. ويحدث عمل ان الهانم بتمشي وفي ايه دهب وتقوله برضو بطلب به. والقضي بيحكم به. القضي يعني القضي معزور ليس امامه الا مستندات. و يعني لو لو اثبتها لو اثبتها لو اثبتها انها خرجت بالدهب في ايديها. فممكن خلاص بيرد الباقي بعين عن عن الزهب. وبرضو لله يا اخوانا ده من فساد الزمم. والزوجة بتستحل هذا الامر. تبقى غطبانة بدهابه وقعدت وتشتيك الزوج بقائمة المنقلات المتضمنة الزهب. برضو بقى خلي بالك من هذا الامر. طيب لا تضمنها تاريخ خلاص قلنا. لابد ان تكتوصف الاي متوصيف دقيق. ليه بقى اللي بيحصل عملا. لو انت قلت اوضة نوم على اطلاق. الزوج مسلا نفترض انه هو يعني يعني ضميره مش كويس او هيروح يجيب اي اوضة نوم ويحطه. هتضطر بقى الزوج هنا تثبت الاوضة اللي كاي جابها وبتروح خبير وبتروح قصة. لا سمي الاوضة بالتسمية اللي هي جاي بيها. سمي الصالون سمي الصفرة. نوعها شكلها لونها الكلام ده كله. ده اللي يجب ان يكون. طيب امر خطير بيحدث. انك بتتمن بتتمن الحاجات دي. بتقول مسلا انا غرفة اه نوم. خمسين مش عارف ايه. غرفة صالون بكزا. بيجي في الاخر يقول ايه? الكلام ده للزوجة وهناكلم للزوجة برضو يبقى زي حارس على نفسه. بيجي ممكن يفقد ايصال الامانة او القائمة مجالها الجنائي. لاني يا الضغط فيها انها تحبس. طيب. بيجي يحصل ايه? استلمت انا فلان فلاني من زوجات فلانة فلانية لقائمة المنقلات واتعهد برد. واتعهد بردها او ثمنها. لو قلت اتعهد بردها او ثمنها خيرت دعا جوهر ايصال الامانة. الموضوع يا اخوانا كبير. الموضوع بإذن الله برضو مستعدة ان اتلقى فيه اي اتصالات. مستعدة ان اكون مساهم في حل مشاكل زوجية والله لوجه الله. لوجه الله حتى نستطيع ان احنا يعني نقوم باسرة او نساعدها ان هي تكون صلحة في المجتمع. وهذا الامر. اه اه بعتذر الاخوانا اللي ما قدرتش اتكلم معاه اه الخاص موجود. كلمني في اي وقت ارحب بمكلمتك. الوقت ازف بنا اعزائي المشاهدين ودائما لأوقات الحلوة بالضيع بسرعة لكن دائما على أمل اللقاء في حلقات برنامجكم بين الشريعة والقانون أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بما سمعتم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته